الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون والذين هم لفلوجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أينانهم فإنهم غير ملومين فمن متغاراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوالثون الذين ينثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسبنا العظام نحما ثم أنشأنا مخلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقهم سبعة راهق وما كنا عن الخلق رافلين وأنزلنا من السماء مام قبر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به نقادلون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكل كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخوض من أطول سيلاء تنطب الضهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأمعام ذا عبرة نصديكم مما في بطولها ولكم فيها منافئ كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا محمنا قومه فقال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتبون فقال الملؤ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله نأنزل ملائكة ما سمحنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل أمه جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنعي الفلك بأعجلنا ووحينا فإذا جاءنا وفاردت النور فاسبك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تطاطمني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك عن الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشتنا من بعده القرد الآخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم نعم الله ما لكم من إله غير أفلا تتقون وقال الملؤ من قومه الذين كفروا وكذبوا من لقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن طعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أجعدكم أنكم إذا لدتم وكنتم طرابا وعظاما أنكم مخرجون هيها فهيها دل ما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نبوت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له منؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبح المنادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فاجعلناهم رثاء ففعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم وأنقرون الناخرين ما تسبق من أمة نجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسل ما تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأدعنا بعضا بعضا واجعلناهم أهاتف فبعدا لقوم لا نؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخار هارون بآياتنا وسلطان منببين بنا فرعان ومائه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لمشرين مثلنا وقومهما لنا عامدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتابا عنهم يهتدون واجعلنا بن مريم وأمه آية وعاويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل قلوبنا الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمةكم أمة واحدة وأنا ربهم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب مما لليهم فرحون فذرهم في غبرتهم حتى حين أيحسمون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسالع لهم في الخيرات بل لا يشكرون إن الذين هم من خشف ربهم مشتقون والذين هم من آيات ربهم يؤمنون والذين هم من ربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسانعون في الخيرات بهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسأها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يذنبون بل قلوبهم هي أمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مطر فيهم بالعباد إذا هم يجأبون لا تجأبوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أقابكم تنكصون مستكبرين به سابرا تهجرون أفلم يدبروا القون أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة فلجاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مؤرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصفرات لماكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ظر لنجوا في تغيانهم يعمقون ولقد أخذناهم بالعذاب فنستكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا من فيه مبرصون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئلة وإذا قليلا ما تشكرون وهو الذي برأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولم اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مثلا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أفاقير الأولين قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل لم يده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجاب عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله من ما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما نصفون عالم الغيم والشهادة فتعالى عما نشتكون قل رب إما تديني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإما على أن نريك ما نعدهم مقادرون ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمر صالها فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برضهم إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفرحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم من النار وهم فيها كارحون فلم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا وذبت علينا شقوتنا وكنا ضرما وضلين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اختبوا فيها ولا تكلمون إنه كان فني أم عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحبون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لمثتم في الأرض عدل سنين قالوا لمثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لمثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خدقناكم عبتهم وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إله آخر لا مرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين